السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عيد سعيد عليكم كلكم يا حبيبي يا رب ان شاء الله بإذن الله يعد علينا بكل فرحة وسرور وردى من الله سبحانه وتعالى وصفة تفصيلية للمنبارد، تنظيف، الحشوة، إزاي نحشي، التكات، الحاجات البسيطة اللي تنجح الوصفة طعمها اللذيذ، المدة، كل حاجة كل حاجة ممكن تحتاجيها هتلاقيها إن شاء الله في الفيديو ده بس ما تنسيش لو عجبك الفيديو وإن شاء الله بإذن الله يعجبك ما تنسيش اللايك وسبسكرايب فضلا وليس أمرا ولو أول مرة تشوفيني معك أو معاك أو معاك قناة هنموت بتقدم أكلات وكمان أكلات لزوجي الشيف ميمو إن شاء الله بإذن الله تنال إعجابكم بعد الفصل تابعوني بسم الله الرحمن الرحيم بص يا ست الكل أنت زي ما يجي لك من الجزار اللي أنت يوخدة منه المنبار زي ما هو بطوله أنا ما بقصش أي حاجة غير لما نظفه منتهى السهولة والبساطة اللي في الدنيا بالحنفية وبالمية هيعمل كل حاجة مش هتعملي حاجة خالص يعني مش هتقصي وتمسك حتة حتة وتنظفيها أو تقليبها لا خالص بمسك بقى المنبار كده زي ما هو بطوله كده وبكحة الدهن اللي على أنا بس بخلص فعلشان الفيديو أصلا فيه وصفة كمان حشوة المنبار فأنا قلت بس أقولها بسرعة للبنوتات خلاص كحتي بالسكينة الدهن الزايد وما تجوريش عليه يعني ما تزوديش قوي في الكحت علشان ما يقطعش معاه حتة من المنبار من جلد المنبار لو الخرم هتحشيه ازاي خلاص وبلاش يعني لو سمحت بلاش السلك فيه بينظفوك السلك المعين يا جماعة لو فتفوتة بس من السلك فتفوتة لزقت في المنبارية خلاص كده والعيزوا بالله يعني شوفوا أنا كلها ازاي بقى ما ينفعش فبلاش السلك دي نصيحي عن أختكم وفيه بيعملها بكربرات السوديوم وخل ومش يعني ما يسوخنا بالسكينة على طول جرد تجروجي كده آآ بالسكينة تك تك الدهن الزيادة خلاص وبعدين بقى ايه بعد ما تجروجين من الدهن بتحطيه في الحنفية كده اهو ينزل في المية بتنظفي اهو طبعا انا بخلي بعد كده عشان كده انا هقلبه بعد كده بخلي الدهن من جوه انا بحب انا انا بحب الدهن آآ بتاع المنبار يبقى من جوه مش من بره خلاص عايز تخليه من بره انت يخور اهو بصوا نظفته وعملته حلو قوي هنقع بقى في شوية دقيق وملح يا رد بقى لو ملح خشن كمان وتسيبيه اهو هتنقعي كويس جدا كده اهو سيبيه بقى حوالي ايه عشرة ربع ساعة كده ربع ساعة تلت ساعة مجراش حاجة اهو وبعدين بقى تشطفيه مرة مرتين من الدقيق والملح انا بحطش خل بصراحة انا بحطش خل وبعدين اهو بصوا بقى زي القشطة اقفوش حاجة خالص 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 لحد ما تلاقي المية بصوا المية شفافة فاش اي تعكير خلاص كده مرتين حلوين محترمين يلا بقى بيبتدي نقلبه علشان بقول لكم انا عايزة الدهن من جوه هقلب بقى بصوا بعمل ازاي بقيدي كده اهو وقم مدخلها بقيت اهو بقلبها كده اهو الطرف وقم ايه معلش انا بسرع علشان لسه وصفة الحشوة وعيد يعني ايه مش هطول الفيديو قوي قوي علشان خاطركم وكل سنة وحضراتكم طيبين عيد سعيد عليكم يا رب وقم قلبك كده هي الحنفية هتقلبهولي كده بس نمسكي الطرف ودخلي اول جزء من الايه من المنبار وهي الحنفية هتقوم بالواجب اسهل طريقة لكن لو قصتي تمسكي حتة حتة اهو بصوا بسم الله ما شاء الله والله ما ياخد وقق جربي ان شاء الله متكيله اهو الطرف تعملي كده اهو تقليبي كده الطرف اهو وتقوم يندخلها بازباعك كده ايه بس اول حتة تدخليها والمية تقوم مزح لقالك بقيت المنباراية الجوه يبقى قلبتيه منتهى السهولة اهو اتقلب وبقى نضيف زي الاشتر نعمل ايه نقطعه بقى نقطعه حسب ما احنا عاوزين صغير ولا كبير براحتك خالص اه في طريقتين في طريقة كده اقطع كده واقس عليها واقطع تاني واقس عليها الحياة دي ما خلص الكمية كلها اهو تمام اسهل من كده مفيش يعني ما تستتقليش بعد كده المنبار خلص كده اقطعناه في طريقة تانية بمسككه اتمجي من الطبق اهو وبالطول بالويام كده هتعرف ان هو ده الطول اهو بصوا يتشدي اهو طول اهو اهو تمام في اي طريقة اعجيبك اعمليها خلاص اهو بعد ما نضفناه بعد ما نضفناه هناخد بقى الشوية اللي احنا هنعملهم نضاف وشطفناه كويس جدا وانا ابناء زي ما شفنا بالزبط بالتفصيل دي طماطم انا بشراها حوالي 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 يعني ربع كيلو طماطم او اكتر شوية هما كانوا حوالي بالزبط بالزبط اه سبع حبات طماطم خلاص وده خضرة من كل نوع ودول بصلتين كبار بصلتين كبار عملاهم في الكابة انا كنتب شوريهم او طعام صغار خالص اه وده فلفل حمي حار حوالي اه ارنين فلفل حار لو مش عايزة بلاش ودول حوالي اه كيلو الا ربع اه اه رز كيلو لربع رز مخسول ومتصفي دي لتوال بتاعتنا بقى عبارة عن ملح كمون كسبرة شطة حسب الرغبة وفلفل اصمر خلاص ملح كمون كسبرة اه نشفة وشطة وفلفل اصمر وكمان هضيف انا اه 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 نعناع مجفة ورحان مجفف نعناع مجفف ورحان مجفف هنتمسكيهم كده وتفركيهم باديكي على المكونات دي هنجيب طبقة كده اللي هنحط فيه الخلطة بتاعتنا ونضيف فيها البصل البصل بتاعنا اللي احنا عمينه في الكابة او بشرينه اهو طبعا ما تلقى نايف نايم ازاي المحشي هي شبيهة بخلطة المحشي لكن دي بتلقى نايف نايم خلاص وهنحط عليها التوابل بتاعتنا كلها اللي هي عبارة عن ملح فلفل اصمر اه كمون كسبرة اه نشفة وشطة حسب الرغبة خلاص هنضيفهم وكمان انا هضيف اه هجيب دلوقتي حالا اه نعناع جاف هفركوا كده بايدي ورحان جاف ثانية واحدة اهو نعناع جاف ورحان جاف هندعك بقى كل الحاجات دي هندعكها كويس جدا عشان البصل التابل كويس جدا جدا بالتوابل اهو طبعا نخلي بانا خصوان البنوتات عشان عينك بعد ما تدعكيها بالبصل والشطة خلاص خلي بانا اهو ندعك كويس جدا جدا كده اجد بتبعى ايه همضيف بسم الله الرحمن الرحيم السلسة بتاعتنا دي سلسة مبشورة وكمان الخضرة الخضرة الفلفل الرز رحة النعناع مع الرحان رهيبة رهيبة هنقلب كده كويس قوي قوي عشان كله يتبدل مع بعضه اخر حاجة هنضيف الرز بتاعنا اللي احنا جسلينه ويمصفينه الله الريحة الله الله يلا بقى نجيب الرز والرز بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم وهنقلب برضو كده نفض الرز كله ونقلبه انا هنا بقى ضغط شوية معجون طماطم او صلصة من برطمان علشان تبقى لونها احمر وجميل وهنحط شوية زيت حبة حلوين كده حوالي حوالي نص كوباية على الكمية دي نص كوباية زيت وهنقلب هنقلب بقى كويس اخر مرة خلاص هنقلبتها كويس جدا جدا ونبتدي بقى نحشي المنبار بتاعنا هنجيب بقى واحدة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم من مبارة هو هنمسك كده كده عايزين تحشو كده اه بكل اسف الكاميرا ما كنتشو غدا بالي ان الكاميرا يعني مش جايبة الزاوية وانا بعمل اه بالسبعين وعلشان ضميري ان نبني اكتر واكتر جبتلكم صورة توضيحية للاصابع اهي هنمسك فتحة المنبار بالسبابة بتاعت الايدي والسبابة بتاعت الايدي بصي على حضركي على الصورة بو تعرفي قصدي ايه وبالابهام الايدي والابهام الايدي تدخل الرز كده جوه المنبارية دي طريقة خلاص يعني تمسكي بالسبابة من هنا والسبابة من هنا تفتحي وتدخلي كده الرز بالابهام ده والابهام ده هتخش بمتاز سهولة دي طريقة طريقة تانية زي ما انا بعمل كده اللي هو تفتحي بأديكي اه وتدخلي الرز او الخليط هتدخليه في المنبار تدخلي كده تمسكي وتدخلي احشي كأنك بتحشي ايه محشي بتنجان ولا حاجة تدخلي لكن تبططي تدخلي وتبططي اوعي تسيبيها مدورة يعني اوعي تخلي المنبار مدور لو الرز دور يعني وحشي كده المنبارية والايتام مدورة زي بتكليها ويمحمرة ده هيفرق على طول قريجي في المياه تمام؟ فلازم تبططيها خالص اي زي ده بقى بره التبطيط يخرج على طول والطرفين بتوع المنبار ما يكونش فيهم رز علشان ما نحطها في المياه المغلية تلم على طول وما تنزلش رز في المياه المياه ده ممكن تتشرب تبقى لازيه جدا وكتعم قوي 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 الفلفل والشطة ده انا حطهم خلت الشربة رهيبة 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 والله العظيم اه خلاص فانبطط دي اما حاجة سر النجاح بططي ما تخليش في رز زيادة خلي الطرفين فاضين خلاص دي طريقة ودي طريقة اسهل واحدة فيهم اعمليها وجرب الاتنين وبراحتك خلاص وكمان حاجة كمان ما نخليش رز عليها بص انا عملا دلوقتي هيبان في الواحدة كمان وانا بعملها معاكو هيبان ما نخليش رز على جدار المنبار وهنحطه هنا كده بس اما حاجة يكون مش عليه رز خالص وهنعمل الباقي اهو عملنا واحد تاني ما يبقاش في رز عند الطرف اهو لازم يبقى الطرف عند الطرف فاضي علشان لما يتحط في الميا ويلم ما ينزلش رز وما يبقاش منفوخ اهو نعمل كده 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 اهو تمام نفضي شوية عند الطرف ده بس نخلي الطرف بس فاضي ونشيل الرز كده بس خلاص هنعمل بقى كل الكمية هنحط هنا بقى ايه اه 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 ميا تغلي وفيها ورق لوري وملح وفلفل وشوية حبهان مطحون هتغلي بقى وهنسقط فيها المنبار بتاعنا اللي احنا حشناه اهو بقى خلصنا الحشو كله والمية بتغلي على النار يلا بينا اه نحطه في المية المغلية اهي بقى غلية لازم تغلي تماما تماما هنجب بقى بسم الله الرحمن الرحيم المنبار بتاعنا ما يكونش عليه رز من برة زي ما شوفنا مع بعض وننزل في بسم الله الرحمن الرحيم في المية بسم الله الرحمن الرحيم هو اول ما عشان كده لازم تبقى المية مغلية جدا هو اول ما ينزل الحروف بتاع المنبار هتلم خلاص اهو وطالما مش مليا قوي متخفيش مش حاجة اسمعها ايه هيطرقع ان شاء الله هنحط بقى كل الكمية اهو حطينا بقى كل الكمية كل كمية المنبار اول ما المية تغلي تاني يعني هي غلية تمام نحط في المنبار بتبرد شوية فاول ما تغلي تاني هنقوم مغطينها ومغطين هدين النار عليها ونسيبها تستوي هنشوف مع بعض ازاي استوت او يعني هنعرف ازاي استوت مع بعض خلاص بس اما تغلي المية اهي غلية بقى هتغلي بس كويس وبعدين هنغطيها ونهدي النار عليها نحن دوقتي هنغطيها كده ونهدي النار ونسيبها تستوي هنشوف مع بعض ازاي استوت دلوقتي هنسيبها ونقول لكم المدة اللي انا سبتها فيه اهو بقى اما تيجي تدوس عليها بشوكة هتلاقيها بتتفتح على طول قعدت حوالي ساعة عشان تستوي هنصفيها بقى في مصفة هنطلع كل الكمية نصفيها في مصفة اهو بقى بسم الله ما شاء الله بعد ما بردناها اه بصوا ولا واحدة فرقاعد ولا واحدة والله العظيم فرقاعد بصوا بسم الله ما شاء الله بلد بس شوية اهو فرطناه بقى كده يعني عايزة بقى ليه عايزة تعيني بقى منه في الفريزر بعد ما يبرد خالص حطيه وعيني في الفريزر خلاص خرجي بس عالتحمير دلوقتي هناخد هنحمر حسب العدد يعني اللي هياكل بس هو اللي هنحمر له الباقي سبيه في التلاجة وتاني يوم او حاجة اه دفحن يعني ان انت عايز تاكل منه النهاردة وبكرة اه تلاعي برضو حماري مش عايزة عينيه بقى في الفريزر هو مسلوق كده تلاعي بس تحماري خلاص هو بقى بسم الله الرحمن الرحيم الزيت سخن عايزة اقولك انا دقت واحدة مسلوقة روعة بسم الله الرحمن الرحيم نحمرها بقى لحد ما تاخد لون جميل كده نقلبها طبعا حتى ما تحمرها على وجه نقلبها بس لازم نكون ايه زيب صغر طبعا انا هنحمر على قد ما اتنا عايزين فقط الباقي نعينه في التلاجة زي ما قلت لكم ولو اتعايزين اصلا يعني عاملينه وعايزين تخزنوه هو بقى هو مسلوقك ونعينه في الايه في الفريزر نقلب بقى اللي يتخمر نقلبه نقلب بقى اللي يتخمر نقلبه كبير ريحته تجني وبقتل بقى اللي ا보ي بسم الله من شاء الله نشربناها حلوة جدا طعمها حلوة قوي ونقدرناش تستنى حتى ما نحمر المنبار طعمها حلوة قوي طعم المنبار كويس جدا وكل تماني يعني نزيف نتحمر باعلوش الثاني وبعد نخرجها بسم الله ما شاء الله ايه رأيكم منظر يجنن طعم حكاية طعم تحفة المنبار ده بقى ناكله ايه جنب شوية شربة كده منه تحفة والفلفل والشطة اللي حطنا مواجين الشربة بحيطة تانية خالص والمنبار ما قدرناش يعني نصمد فيه كان منه هو مسلوق بسم الله ما شاء الله اهو ولزيز بسم الله ما شاء الله رأيكم كل سنوان طيبين عيد سعيد عليكم هو العيد ده من حلاش غرب المنبار والخشة والكب ده انا اكتر حاجة بحبها المنبار ثم الكب ده ولجبا هم اللي بيحبوا الحاجات التانية بسم الله ما شاء الله بألف هنو شفا كل سنوان طيبين يا رب ايامكم كلها اعياد وسعادة وردة من الله سبحانه وتعالى ويهون على اهلنا يا رب وينصورهم اللهم امين يا رب العالمين اه ان شاء الله باذن الله يكون عيد سعيد علينا وعليكم يا رب يكون عجبكم الفيديو اه ولو عجبكم اه ما تنسوش اللايك والسبسكرايب فضل لو ليس امرا بحبكم جدا جدا وحشتوني ما عليش بس ان انا خلفت المواعيد علشان عيد بقى كل سنوان طيبين اشككم على خير ان شاء الله وصفة تانية جديدة وفيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي عيد سعيد